أوبا شلوش شتاين أكاد بداية الحرب في غزة والتي تدخل يومها الثامن عشر بعد المئة تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيق هدفين مزدوجين هما تفكيك حركة حماس وإطلاق صراح المحتجزين لكن المقاومة العنيفة من قبل الفصائل الفلسطينية جعلت الكثيرين في إسرائيل بمن فيهم عضو مجلس الحرب جادي أيزنكوت يتساءلون حول مدى إمكانية تحقيق أحد هذين الهدفين أو كليهما فعلى الأرض انسحبت قوات الاحتلال من عدة مناطق في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة فقائد الكتيبة 7107 بجيش الاحتلال أعلن سحبها من قطاع غزة بعد أشهر من المشاركة في القتال هناك استعدادا لبدء المرحلة الثالثة وهي بحسب مصادر إسرائيلية ستكون أقل كثافة وأكثر دقة وكان جيش الاحتلال قد سحب أواخر ديسمبر الكتيبة الثالثة عشر في لواء جولاني بعدما تكبدت خسائر كبيرة في معاركها مع المقاومة تأتي هذه الخطوات للجيش الإسرائيلي في وقت يتواصل فيه السجال في الأواسط السياسية حيال المرحلة الثالثة للتوغل البري في القطاع والانتقال من العمليات العسكرية الواسعة والقصف والغارات المكثفة إلى العمليات النوعية وتخفيف حدة القتال والحرب وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن معلومات الجيش تفيد بأن حركة حماس عادت إلى الواجهة في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية كما أتح الانسحاب الإسرائيلي من عدة مناطق ومحاور في مدينة غزة وشمال القطاع لكثير من الفلسطينيين الذين لم ينزحوا إلى الجنوب العودة إلى منازلهم كما ظهر للمرة الأولى بشكل علني عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بالتحرك في هذه المناطق لضبط أسعار المواد المتوفرة في الأسواق والتي رفع التجار سعرها بشكل كبير جدا أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو فأكد أن حكومته تسعى إلى إبرام صفقة مع حركة حماس في حال لم تتعارض مع الأهداف الأخرى للحرب وفي تصريحات بدت وكأنها متضاربة أوضح نتنياهو أنه سيحاول إتمام صفقة التبادل دون أي حسابات سياسية لكنه أكد لاحقا موقفه الرافض لسحب قواته من قطاع غزة وإطلاق صراح آلاف الأسرى الفلسطينيين وفي ظل المعطيات على الأرض والحديث المتداول في هذه الأيام عن جهود إبرام صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى يأتي السؤال هل سنشهد في الأيام المقبلة وقفا لإطلاق النار والإعلان عن هدنة في قطاع غزة أم أن انسحاب قوات الاحتلال من بعض مناطق القطاع ما هو إلا تكتيك لبداية المرحلة الثالثة للحرب ترجمة نانسي قنقر